على اي اختيارات جديدة ده فشل لان كمان ما هي الاختيارات لم تحق ما فيه ست سبع اسماء ما انت لو جيت خرجة مش انت هتبقى مندهش هما سافروا كانوا بعملوا ايه انا شفتي ناس والناس كلها دي ملاحظاتهم يعني لا فيه ست سبع اسماء وهنا ما فيش تفكير في يعني نفس المجموعة اللي اشتغل بها كوبر ونفس المجموعة وطب احنا عملنا المبارات الودية ما الذي استفدتوا منها عشان احنا عملنا المبارات الودية عشان نجهز لكاس العالم عشان عملنا ثلاث مبارات قوية جدا وما خفناش ان احنا نلاعب فيها جلدها لا استفدناش منها بشيء بالعكس احنا المبارات اليونان لعبنا كل الناس اللي احنا عايزين ناخد خمس ستة لا اخدناش منهم حدا خمسة ستة بنش عايزين ناخد خمسة ستة ما اخدناش جهوة مجموعة كوبر لا اخدنا اخدنا يعني انت دلوقتي لا مين اللي خدتوا من المبارات الودية ما كانش في اختيارات كوبر قبل كده. هي نفسها المبلغة. لا لا خدنا سر ديباك كنا محتاجين والوينش. والناس شافت ان احنا فيه ناس قالت احنا لعبنا الناس دي عشان نكشفها. ايه المنطق في كده. انت عايز خمشة ستة يبقوا في البنش. عايز تلتة اربع قسامي يكون معاك. ليه افترات سوق النية ان احنا نلعب الناس دي عشان نكشفها. ايه فيديتنا احنا كجهاز فني. لا معطا. يعني انا معطاكش ما عارش الزلدان. يعني بمنتهى الامانة. بمنتهى الامانة. يعني انا سهل اوي اروح نقطة من المركب. اه اه او طول انا بتاحه الرأس المرمى جمعها. اه 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 رأس المرمى كويسين. انا بش فيهم تحطت. بس يعني انا لكن. لان اعرف ان انت دائما يعني مش عايز تقفز من المركب. لا 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 خالص. اه. لان انا عشت التجربة وسعيد بها. سعيد بالناس اللي انا تعملت معهم. اشتغلوا بمنتهى الاخلاص ومنتهى الامانة. لكن النتيجة النهائية في كاس العالم ما حققتش رغبات الناس بس فهي لا ما تجملش الفشل يا كابتنا صفر مصر تعود بصفر هي الدولة العربية الوحيدة التي عادت بصفر هي الدولة الوحيدة في العالم مع بنما التي عادت بصفر دون لقطة واحد حتى كان عندك درب عربي فشلت فيه ده بعيدا بقى عن كاس العالم لا أداء في متعة ولا نتائج لا أداء ولا نتائج بالإضافة إلى هرجلة في إدارة والتنظيم كل ده الناس شعرت أن الحصيلة في كاس العالم كانت صفرا أداء النتيجة تنظيما إدارة برضو نختلف معددك في بعض الحاجات لأنه على مستوى الإدارة احنا ما حسناش بأي نقص خالص كل اللي احنا طلبناه توفر لنا بشكل رائع جدا من صفر من إقامات من كل تزليل العقبات مشاكل عند لعيبة شهاد الإدارة معسكرات كل اللي احنا طلبناه لدرجة أنه طبخنا بيطلع معانا طيارتنا الخاصة أماكن الإقامة أماكن المعسكرات ملعب التدريب كل حاجة صراحة يعني أنا زعلان جدا لأنه احنا أخفقنا في نتائج مباريات كاس العالم لو إحنا كنا يعني عندنا بعض التوفيق يمكن كان كل السلبيات اللي بالناس بتتكلف فيها دي أيوه النتائج أحيانا بتمحوا الأخطاء أنا معك وده حصل مع منتخب مصر نفسه في بعض الأوقات كان فيه نتائج جيدة لكن الناس كانت شايفة طب خليني بوضوح شديد كده الناس لا تستمتع بمنتخب مصر فلما يبقى كان شعركوا بالناس استمتعت بمنتخب فرنسا بمنتخب فرنسا إلى حد ما لكن يقدمون نموذجا كيف تكسب بسهولة لأنه في كرة القدم لا بس أكامل كلمتي في كرة القدم الدفاع يساوي بطولة والهجوم يكسبك مموريات تنظيم الدفاع الجيد يكسبك بطولة الهجوم وإفراط في الهجوم ودي المودرن فوتبول ده كرة القدم الحديثة كده ولكن إيه اللي بفارق مع منتخب فرنسا اللي هي البعض الـ فرقات الفردية في سرعة في مهارة كريزمان في يعني لكن الطريقة اللي فرنسا ما امتعدش خالص في كسر طيب بس ما هيقولك إيه ما هو شعاركو أنت عايز متعة ولا مكسب طيب هم جابوا جابوا المكسب أيوة بدون متعة طيب فيه نوكة متدولة على حكاية أو أنت عايز متعة ولا مكسب دي وبعضها إباحي يعني بسي أنا أحنا عايزين على الأقل أنه كان يبقى فيه إما أداء أو نتائج طيب ده ما تحققش الاتنين ما تحققش في مباريات كاس العالم لكن في كل المباريات التصفيات والبطولة الأفريقية تحققت نتائج وعروض فإحنا الإخفاق حضرتك مش الإخفاق يعني إن احنا كنا ميح يعني لا أنا عايز أقولك في بطولة الأمم الأفريقية لا يعني أنت شفت حتى مع بدايات المتشاط كان فيه تهاكم على الأداء العقيم والدفاع وكنا بنكسب وفي تهاكم من غير ما نلعب ومشين والتهاكم من قبل ما نلعب أنت عندك شعور أن المتخم كان مستهدفاً الجهاز الفاني طبعاً طبعاً ليه يبقى مستهدة فيك يا ابنان؟ لأنه لأنه هحاولك حاجة وأنا أسف أن أقولها لا 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 اتفاض احنا كتيمورك ما حدش قدر يخش بنا ما كانش فينا مصدر لأي حد فكان مصدر لأي حد يعني حد عنده خبر حد يقول حاجة كنا كده أفلين على فكان دمنا تقيل جداً زائد أنا بقولها برضو وأجري على ربنا أنه في بعض الناس كانت بتساند بعض الناس اللي هي خارج المنتخب عشان عايزة الناس دي تمشي والناس دي تيجي فمهما كنت بتعمل كان يمكسروا في مجاديفك عشان سرعات شلالية يعني أنا عايز المجموعة دي تمشي عشان تيجي المجموعة بالزبط بالزبط ولكن هنا بقدم الشكر لمجلس الدارة اتحاد الكورة اللي وقف معنا وسندنا لأنه هو شايف وكان أقرب لنا إزاي المجموعة دي بتشتغل إزاي المجموعة دي بتجتهد إزاي المجموعة دي قدرت تحقق نتائج من زمن طويل ما تحققتش متفق معاك تماماً ومش مختلف خالص وبعتذر للشعب المصري أنا كواحد من الجهاز المنتخب على النتائج في كاس العالم وإن إحنا ما حققناش ما كان يتوقع مننا والناس ما استمتعتش بمراتنا في كاس العالم وإن إحنا كنا أقل فريق في كاس العالم ده كله أنا موافق عليه ولكن ده مش هيقلل من حجم البهد طيب بس أنا مش عايزة أفوت ده كده اللي هو يعني يعني البعض ممكن علشان أنت بتقول أنا مش مصدر يعني يعني عشان لابد أن تكون مخبراً يعني حتى تكون ناجحاً تتفادى الهجوم اللي هو يعني تبلغ أنا بقولك عن أشياء إحنا لمسناها يعني إيه تبا كاسبان نيجيريا يعني ما يشكرش فيك كمكسب لكن يقلل من نيجيريا انت بتكلم هنا إعلام ولا مجموعات رياضية بس أنا بتكلم بشكل عام ده ما يمنحش أن فيه ناس من أطهر ما يكون ومن أشرف ما يكون وتكلمت علينا بشكل جيد جداً وسدتنا بشكل جيد جداً أنا بتكلم عن بعض الناس مش كل الناس أن فيه ناس فعلاً احترمت الجهد اللي اتعمل فيه ناس احترمت التعب اللي شافوه الناس احترمت النتيجة بشكل كويس جداً بس كل ده ما هو تم الاحتفاء بيه كابتن أحمد يعني إلى حد أنه حتى يعني رئيس الدولة يستقبل الفريق تلات مرات أو مرات رئيس الدولة رئيس الدولة كلمنا مكلمة على الهوا في يوم النهائي يوم النهائي يوم النهائي بين مصر والسعودي بين مصر والكاميرون آه لا ده في كاس في أفريقيا في أفريقيا آه وسمعنا كلنا المكلمة ما يهمكوش أنت وصلتوا لحاجة حلوة جداً تكسبوا ما تكسبوش ده الكلام بقى اللي يرفع المعنويات تكسبوا ما تكسبوش أنتوا عملتوا حاجة ما حصلتش اجتهدتوا وتعبتوا كنا منتظرين ده من كل الناس أنا بتكلم بحرقة مصري مش بحرقة مدرب المنتخب أو مدرب عراس المنتخب أنا بتكلم أن الطاقة الإيجابية كانت معدلاتها قليلة جداً في كل الأوقات والله يا ربنا أحمد الناس أعطتكم طاقات إيجابية وعبأت أمالها وطموحاتكم فيك وجدت ماشى في الشوارع ولو شفت حالة التعليل الناس هي أحسن حاجة الناس أحسن حاجة الجمهور هو أحسن حاجة لكن مش هما دول اللي كانوا بيوجهوا الرأي العام أو بيكتبوا طب عندما أطلع ما أنتو كمان يعني أنت هنا يعني أنا شفتك في حوار حتى مع الزميل الأستاذ سيفزاهر بتقول ما هو أحد المدربين فشل واتغلب خمسة وقاعد يهاجمنا يعني لأ ما أنا دي حاجة تزعل برضو قوي لما يكون واحد من الكرير بتاعك وده أخه زميله حبيبي يعني يعني لكنه ولسه كمدرب قاله بفترة بسيطة وعنده تجارب